بسم الله الرحمن الرحيم انما هو متبحر جدا في ان هو يشرح الفرق وجايب امثلة وجايب كده يعني انما اللي انا هقوله ده المضمون هو ليس رأي فقهي ولا عقائدي ولا ديني ولا حاجة خالص يعني ايه انا ما بفتيش انا ما بفتيش انا بقول قناعتي في انه ايه هو الحمد و ايه هو الشكر و ايه هو الرضا الحمد في اللغة هو الثناء هو لرب العزة اللي هو ثناء على رب العزة سبحانه وتعالى فيما اعطاه لك من نعم وحتى من غير ما يديلك نعم هو بيدينا نعم كتير و مش هنعرف نعدها احنا نحمد الله سبحانه وتعالى نثني عليه دائما و ابدا سواء احنا بقى فاكرين النعمة المعينة او مش فاكرينها نحمد الله في السراء والضراء هنعرف هنا شوية و هنشوف الشكر في الشكر الاية تقول لئين شكرتم لأزيد انكم الشاكرين دول ربنا بيزودهم الشكر هنا هو اداء لحق النعمة يعني ايه اداء حق النعمة يعني انك انت ربنا سبحانه وتعالى اديلك صحة قيسة واجب عليك ان تؤدي حقها في الحفاظ عليها رزقت بعربية جميلة واجب عليك ان تؤدي حقها في الحفاظ عليها رزقت بزوجة واجرية تحافظ عليهم وتديهم حقهم وهكذا الشكر فاعل والحمد قول انت في الشكر بتفعل شيء عشان تدي النعمة دي حقها هي دي النقطة المهمة ولذلك لئين شكرتم لأزيد انكم انت بتعمل فاعل فربنا بيزود لك لابد ان احنا نحمد ربنا على كل الاشياء اما بنحمد ربنا زي ما قولنا قبل كده عالصراء والضراء فانت هنا محدش قال انك انت تكون قديت حق النعمة لأ احنا في الصلاة بنقول سمع الله لمنحمد ربنا ولك الحمد علماء كتير قالوا مفيش حاجة اسمها ربنا ولك الحمد والشكر لو دورت وراها حتلاقي لان هو مفيش شكر هنا لان هو انت الشكر فاعل زي ما اتفقنا الشكر هو اداء حق النعمة الرضا بقى ما هواش لا قول ولا فعل ده سريرة هوك ده عقيدة عندك انك انت راضي راضي بما قسمه الله لك ممكن تكون راضي وما قولتش الحمد لله وعادة ده قليل قوي يعني ان واحد يكون راضي وما قولش الحمد لله ممكن تكون راضي وما بتديش حق النعمة اللي ربنا بعتها لك انما انت راضي والرضا هو شعور صعب الحصول عليه لان هو انت مش بت ده هو بيجي يعني هو بيبقى مدفون جواك انك انت راضي بما قسمه الله لك قلت الحمد لله فقد اثنيت على رب العزة لغاية دلوقتي شغالين على الصراء والضراء حمد ورضا النعمة بقى انت بتصنها انت بتديها حقها يعني يا ربي لو بتصلح الكرسي اللي باز عندك في البيت انت هنا بتشكر ربنا على النعمة اللي ادهالك بتصلح عربيتك بتذاكر لولادك بتفسح مراتك بتطبخي الجوزك وهكذا كل ده شكر هو اداء لحق النعمة انت تشعر ان هذا الشيء نعمة لا حق عليك اديته حقها يعني اديت النعمة دي حقها حفظت عليها ربنا بيزودها لك هذا لا يمنع من انك انت دايما بتقول الحمد لله الحمد لله ولذلك الفاتحة تبدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم اول اية تاني اية فيها الحمد لله رب العالمين ممكن يكون معظم الناس بتحمد ربنا لانه الحمد قول والقول سهل الفعل اصعب من القول فالحمد لله رب العالمين على كل شيء معظم الناس بتعمل كده الشكر بقى هنا فعل والفعل اصعب من القول قول انت بتقول بلسانك الشكر هنا اتخيل انه نسبته اقل في المجتمع ثم المرتبة الاكبر الرضا اللي هي جواك من جوا كده انت راضي انت لا انت بتقول ولا انت بتفعل الرضا ده شيء بينك وبين ربك والراضي له الرضا يعني هو من يرضى اكثر يأخذ رضا اكثر كمان وهكذا والصاخط له الصخط والعيادة بالله فنرجع نبسطها خالص الحمد ثناء على رب العزة الشكر اداء حق النعمة الرضا ده سريرتك من داخلك ربنا يجعلنا من الحامدين الشاكرين الراضين انا تاني احب انوه مرة واثنين وثلاثة ان انا هنا لا بفصر ولا بفتي ولا بقول حاجة دينية انا فقط بقول خاطرة جت في بالي شكرا لكم على استماعكم وسلام عليكم